اشتركوا في القناة احنا ان شاء الله بدأنا مشروع ترجمة الكورسات انا اخترت موقع عالمي من مواقع تعليم العامة وهو لسهولته وفي نفس الوقت انهم بيركزوا على شوية حاجات لذيذة وهتفيدنا قوي قوي خلال شغلنا انا لما جيت هنا فتحت مواقع لندا بلاقي بخش على الصفحة او بخش على الاف بضغط عليه بخش على فلاش بروفشنل بلاقي الصفحة دي انا طبعا استعرضت معاك شايف هنا معايا حاجات كتير قوي خلال نبدأ بقسها الحاجة بخصوص الانتر اكتف ميديا بحيث ان انا اتفاعل مع الواجهة اللي قداما انا اخترت ابدأ بحاجة بسيطة كده انك ازاي تعمل موقع بالفلاش طيب اسم الكورس ده بتعال معايا نفتح البرنامج بتاع الكورس او الاوتلاينز بتاع الكورس هلاقي الكورس مش كبير المهم الكورس ده بيحتوي طبعا انت المفروض تاخد نسخة من النت فلاش سي اس فايف او مش لقى فلاش سي اس فايف بوينت فايف اول حاجة طبعا هفهمك يعني ايه ويب سايت اه الحاجة التانية هفهمك ازاي تعمل امبورتنج او تعمل كريات للجرافيك والتيكست بتاعك وامبورت للجرافيك وبعدين ترانسيشنز بعدين نعمل نبدأ نعمل او التفاعل وبعدين نشتغل على الالبوم فيه الالبوم صور جوه وازاي تعمل الفيديو وازاي تدخل برضو الاوديو او الاسوات وازاي تعمل الفورم ودي كلها بالاكشن اسكريبت سري وازاي تعمل في الاخر على النت وازاي تزبط حجم ملفاتك وازاي تعمل اه الفيديو النهائي بتاع الوبصائد بتاعك طيب احنا ان شاء الله في جي اف اكس اكاديمي بنعتمد على السهولة في طريقة الشرح وفي نفس الوقت محش عايزين نخش مجال مقارنة مباشرة بيننا وبين موقع لندا احنا دلوقتي عملنا المشاريع دي كلها اجتهادا منا كلنا انستراكسورز عندنا خبرة كبيرة بنحاضر من من سنين بس حبينا نعمل الموضوع ده بناء على طلب ناس كتير بان احنا نبتدي نسهل شوية ونوصل المعلومة خلينا نبدأ واقول قبل ما ابدأ يا ريت يا جماعة ما تحطش اي محاضر من جي اف اكس اكاديمي دوت نت اه موجه مقارنة بين وبين اي انستراكتور في اي موقع من العالم كله الموضوع اللي احنا هنبدأ نعمل الكورسات اه انا بفتح برنامج الكورس الموجود على الموقع لندا بس انا هشرحه بطريقة يعني مش لازم امشي او اترجم حرفي الاستوانات او مش لازم امشي خطوة بخطوة زي ما هو بيعمل بالزبط انا هعمله بطريقتي المهم انك هتستفيد استفادة قوية جدا في الاخر وممكن كمان اضيف من خبرتي انا ليك حاجات زي ما انت هتشوف الكورس ان شاء الله حاجات هتفيدك اكتر من اه اي استوانا تاني خلونا نبدأ ونعرف هنشتغل ازاي اول سؤال ايجي على زهنك المفروض يعني ايه موقع فلاش والله كلمة الفلاش دي عرفوها بانها دعم مواقع الانترنت بالحركة يبقى موقع الفلاش لا معروف ان هو اي مواقع فلاش في الدنيا كلها بيبقى عبارة عن موسيقى وحركة وحاجات انت بتشوفها مبهلة للعين يبقى هو دعم مواقع الانترنت بالحركة يعني ايه كلمة فلاش بقى كلمة الفلاش دي يعني وميد او سرعة وبتهيقلي ده احسن اسم الشركة هتقدر تسمي البرنامج ده بيه البرنامج ده ممكن يقدر يعمل لك مواقع تفاعلية تقدر تتفاعل معاها ازاي تتفاعل معاها تتفاعل معاها يعني لما بضغط على حاجة معينة موفي معين بيتحرك او فيديو معين بيتحرك او ابليكيشن او اختبار او بريزنتيشن او انترو بتتحرك يعني مقدمة فلاشية حاجات بتجري قدامك وحاجات بتتحرك وموسيقى وكلام ده دي حاجات تفاعلية انت شايفها وتتفاعل معاها طيب ايه هو مكونات الموقع الناجح عندي عشر اسرار هم احسن عشر اسرار انا كونتهم لك هو لو جيت تكتب اسرار مثلا المواقع الناجحة بالانجليزي او بالعربي بيجيب لك حاجات كتير او انا جمعت في عشر حاجات سريعة وفعلا ونفس الوقت قويات عندي عشر اسرار ايه السر الاول السر الاول لازم يكون موقعك بيحتوي على محتوى جيد وجديد موقعك لازم يكون مليان حاجات كويسة وجديدة ما تكونش واخدة من المواقع الثاني السر الثاني لازم يكون يمتاز بالسرعة في التحميل ما عادش استنى كتير اوي 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 تحميل الفلاش يا جماعة على فكرة بيحمل شوي او انت قدرت تعمل موقعك الفلاش ما يحملش كتير وكويس تالت سر عندنا لازم يكون فيه جمال في التصميم او التصميم جميل شايف حاجة جميلة قدامي السر الرابع الموقع الناجح لازم يكون محتوى متجدد باستمرار مش اعمل موقع عرمية السر الخامس عندي لازم يكون فيه تفاعل بين المستخدم والموقع ازاي لازم يكون فيه حاجة اسم فورم مثلا ام لاها عن طريق مثلا اه حاجات اكتف فيها يتعمل لي حاجة معينة اه حاجة مثلا زي شفت انت الجيمز ده حاجات متفاعلية كلها بتفاعل معها بضغط هنا بلعب هنا بعمل حاجة كده بيظهر لي لما بضغط حاجة بيظهر لي حاجة معينة الكلام ده اسمه تفاعل بين المستخدم والموقع السر السادس للموقع الناجح لازم يكون متوافق ويظهر في محركات البحث ودي حاجة مهمة جدا لما اجا اكتب جي اف اكس اكادمي او اكادمية جي اف اكس في جوجل الاقي الموقع ظهر السر السابع معايا لازم يكون سهل في الاستخدام مش معاقد في مواقع كتير ابصر ايها هي شكلها جميل بس تبصر جوة تخش جوة بعينيك تتوه ما تعالش انت راح فين وجاي من اين يبقى لازم يكون سهل في الاستخدام كل حاجة واضحة قدامي السر الثامن لازم يكون العنصر التسويق متوافر فيه يعني اعمل موقع بتاعي وسوق له كويس عن طريق الفيديو ودي حاجة هننوح عليها او عن طريق التيكست اللي انا اعمل تبادل اعلامي بين المواقع وبين موقعي موضوع التسويق ده موضوع كبير وممكن اعمل له كرسل واحده السر التاسع عندي لازم يكون قابل للقياس ازاي قابل للقياس اني اعرف اا اقارن بين المواقع بتاعي ومواقع تاني اقدر اقارن اقايس المينيو دي المحتوى بتاعي اقدر ايسه بينه بالمواقع التانية السر العاشر عندي اتجنب كل حاجة مش مهمة سواء كانت في الموقع في المحتوى نفسه او في المينيوز او في خارط الموقع او كالموقع بالكامل اتجنب في كل حاجة شايفها مش مهمة اوي يعني الحاجة اللي شايفها دورية جدا حطها شايفها مش دورية اوي ما تحطهاش بحيث ان يكون الموقع قوي مركز اا في حاجة المستخدم بيطلع منها فعلا بالموقع دي كانت الاسرار بتاعة الموقع طيب ايه هدفك من الموقع بتاعك انت عامل موقع ده ليه هل هو بهدف التسلية ولا بهدف بيع آآ سلع ولا بهدف ايه بالزبط انت عايز ايه من الموقع اوكي دي حاجة مهمة جدا ولازم تعرف ازاي اقدر احقق الهدف ده الكلام ده كل ده في التسويق تمام انا دلوقتي المفروض للبرنامج ده عبارة عنك انك تعمل موقع في فيديو بيسوى عن حاجة معين او الدي فيدي ده في فيديو بيسوى عن حاجة معينة وهو عبارة عن تسويق لوحدة بتشتغل فيه الجرافيك يعني يعني بيشتغل آآ بالقطعة يعني يعني مسلا والله آآ انا تصلت بآآ ام علي والله انا عايز موقع آآ يتكلف كام وتقول لك والله كزا 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 يبقى ده مش مصدر مش جهة حكمية او او شركة لا انا بكلم واحد عارف انه بيشتغل كزا وعايز منه حاجة ده اسمه تمام يبقى ان شاء الله آآ احاول بقى في دي حاولت اجمع لك الدنيا مش ازاي ايه هدف الموقع الكلام ده كله طيب ايه المطلوب منك دلوقتي المطلوب منك انك تنزل الفلاش سي اس فايف بوينت فايف هو البرنامج هنا او آآ برنامج الكورس يعني او الكورس ده بيشتغل على السي اس فايف بس انا اعمله على السي اس فايف بوينت فايف اللي هو اخر اصدار ياريت تنزله وتمشي معايا خطوة بخطوة ان شاء الله الفيديو جاي هنبدأ نشرح اول محاضرة عشان ندخل ازاي نعمل الويب سايت مع جي اف اكس اكاديمي سلام عليكم